اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة في السياسة تير واحنا دايما في البرنامج ده بنحاول ان احنا نقدم فن الكاريكاتير المعبر جدا عن الواقع سواء كان الواقع ده اكتماعي او سياسي او فني او غيره النهاردة طبعا مشرفونا رسامة الكاريكاتير الدكتورة هدير يحيا اهلا بحضرتك اهلا بيك النهاردة طبعا هيكون معنا مجموعة من رسامات الكاريكاتير وحضرتك اللي هتعلقي عليها وهي طبعا معظم عن الاحداث الحالية الاحداث السياسية اول صورة معنا نشوفها مع حضرتك وهي منذ اليوم الاول طبعا للعدوان الاسرائيلي وهو بيستهدف بشكل كبير جدا الصحفيين لان طبعا هم اللي بينقلوا الحقيقة وبينقلوا الواقع في حضرتك اللي تعلقي على الصورة هنا الفنان رسم صورة معبرة جدا عامل اللي هو اللزوم بتاع النشان اللي هو علامة الالزاق بتاع البندقية بتاع البندقية بتاع البندقية كأنه بيناشن على كلمة بريس فهو هنا بيسلط الضوء على استهداف الصحفيين في فلسطين في كل مكان يعني وكاتب وراء برضو ايه بعض العبارات اللي بتدل على استهداف الصحفيين هو كان ممكن يستغني عنها لكن هو برضو كاتبها عامل برضو ميكس ما بينهم برضو بيسلط الضوء على استهداف الصحفيين عم تن وهما دول فعلا بشكل كبير هما وعائلاتهم يعني احنا شفنا كذا مراسل الصحفي مش بس استهدفوه بيستهدفوا العائلات هاي تبقى صدفة ولا بيقومون تعمدين يستهدفوا عائلاتهم طبعا يعني بيبقى تعمد لان يعني الاحداث اللي احنا شفتناها ده تعمد طبعا أكيد طيب نروح للكاريكاتير اللي بعد وهي طبعا برضو بعنوان يا جبل ما يهزك ريح والصحفي التلفزيوني طبعا وقل الدحدوح اه هنا طبعا رسم الصحفي يعني فخر العرب كله وقل الدحدوح هو عامله بشكل كبير فاكنه يعني بيكبر شكله بيعظم يعني شأنه يعني وكاتب يا جبل ما يهزك ريح طبعا ايه نسبة للأحداث اللي حصلت له المؤسفة وكاتب فيها انقبض الصحفيين تمنح الفلسطيني وقل الدحدوح جائزة حرية الصحافة العام عشرين اربعة وعشرين طبعا ده اللي احنا يعني اقل واجب يعني ان احنا نقدمه ليه من مصر يعني وكده هو هنا رسم برضو الأحداث حواليها الدرب اللي حاصر برضو تسليط الضوء على يعني الأحداث اللي بتحصل للصحفيين وكان ده يعني وقل الدحدوح يعني ده البطل اللي بيوضح يعني استهداف الصحفيين وفعلا بطل انه قدر يستحمل يعني اللي حصل معايا وكمان انه يكمل شغله بعدها يعني كممكن واحد ما كان وحدش يقدر يستحمل على الموضوع ده يعني اكيد طبعا الكاريكاتير اللي بعضو هي برضو عن المراسل الصحفي وقل الدحدوح ايضا وهو بيعمل علامة الناصر بيجر انا فنين اسلام رجب رسم شكل وقل الدحدوح بشكل كرتوني ظريف جدا يعني بشكل ملخص ليه حلو جدا بألوان جميلة غافتة وموضح فيها الشكل كاتب فيها صبرا قال ده حدوح ان عزم الجزاء من عزم البلاء وطبعا هو عامل علامة الناصر يعني بيشير برضو لقوة الشخصية بتاعته انه مستحمل اللي حصل له من العدوان الاسرائيلي اكيد طبعا هو فعلا موقف صعب وهو بطل فعلا والحرب دي بيانت معدن الاصيل فعلا للشعب الفلسطيني يعني قد انه هم عندهم قوة وعندهم يعني قوة احتمال وبيدونا نموذج ان احنا كمان نقتدي بهم ان لو اي حد عنده لو حتى مشاكل بتباني صغيرة قوي بالنسبة للي هم بيواجهوه فعلا اكيد طبعا انا دلوقتي حنروح مع حضرتك اكيد وحنرجع لك مرة تانية تعلقي على باقي الرسوم الكاريكاتير ولكن دلوقتي مشاهدين حنروح لفاصل ونرجع مرة تانية عدنا مرة اخرى مشاهدين بعد الفاصل ولسا مكملين مع حضرتك دكتورة هدير وهنشوف مع بعض الكاريكاتير القادم وحضرتك اللي هتعلقي عليه ده الكاريكاتير القادم الكاريكاتير ده الفنان العالمي البلجيكي لوك تشميكر هو رسم هنا رسمة معبرة جدا عن الاحداث الظلمة الفلسطينيين جدا هو رسم الرسمة الشهيرة او الست الشهيرة اللي كانت مسكر ابنها المتوفي ملفوف في علامة الكفن بتاعه وهنا الظل معمول بشكل الجندي الاسرائيلي الظل اللي بيان على اساس ان هي زي السلوات يعني اه السلوات اه بالزبط ان هي قادة في ظلامه في ظلم الجندي الاسرائيلي ده طبعا رسمة معبرة عالمية جدا عن الظلم اللي بيحصل انه هو السبب يعني هو السبب في قتل ابنها ومازال برضو خايف عليه برضو حتى بعد ما توفى برضو خايف عليه منه اكيد طيب انشوف الكاريكاتير القادم مع حدرتك دكتور هدير وبرضو حدرتك اللي حتى اللعق عليه اه ده انا ده الكاريكاتير بتاعي انا حبيت ان انا اعمل حاجة تلخص الاحداث فتاعة جنوب افريقيا طبعا دولة عظيمة انها قدمت يعني المحكمة هنا عاملة عالم جنوب افريقيا على هيئة المظالة الامبريلا وفيها الميزان بتاع العدالة ميزان العدالة وكأن المظالة الامبريلا دي بتحمي فلسطين طبعا عالم فلسطين على الارض كله دم بتحميها من السواريخ وقنابل الاسرائيلية طبعا انا بحاول ان انا اعمل كاريكاتير صامت بيعبر عن الحدث اللي حاصل يعني ومحاولة لحماية فلسطين من جنوب افريقيا طبعا مجهود يشكر اكيد طبعا نشوف الكاريكاتير القادم برضو مع حضرتك واللي هتلاقي عليه نشوف مع بعض ده برضو كاريكاتير بتاعي هنا الكاريكاتير ده فكرة والدي الحية هو حب ان انا يعني سعيدني في الفكرة بتاع والد حضرتك رسم كاريكاتير برضو هو رسم من زمان بس يعني كهوية انا حبيت الرسم منه يعني فهو كان قالي على الفكرة دي الصراحة فهنا انا مع رسمة الفلسطيني هنا مقتول طبعا بالسبب العدوان الاسرائيلي وورا الصواريخ الاسرائيلية وقنابل الاسرائيلية لكن الدم بتاعه السائل على الارض انبت منه برضو مقاومة وجنود فلسطينيين مقاومة محاولين ان هما ايه مهما قتلتوا فلسطينيين يعني برضو هيطلع ناس هتقاوم العدوان الاسرائيلي برضو فنفس الفكرة يعني اقتباسيها من ولد حضرتك طيب نشوف مع بعض الكاريكاتير القادم وحضرتك برضو تقول لنا يعني ايه رأيك فيه هنا فانا احمد قعود هو رسم هنا التوتر وعنف في المنطقة عبارة عن اللي هو المؤشر بتاع الزيادة دايما مؤشر زي ببورسة وحاجات زي كده في سعود يعني اه بيبقى باللون الاحمر يعني الخطر يعني طالما باللون الاحمر بيبقى خطر لو اللون اخضر بيبقى يعني حاجة سلامة لكن هنا باللون الاحمر وكاتب عليه التوتر والعنف في المنطقة وهنا مصر مسكي بتحاول تشده لتحت اليد بتاعته المؤشر لتحت عبتحاول ان هي ايه تهدي التوتر والعنف في المنطقة لكن اطراف اخرى واسرائيل وامريكا بيحاولوا يعلوه فهنا اليد من فوق فهنا محاولات دولة بيحاولوا يعلو العنف والتوتر لكن مصر بتحاول تهدي العنف والتوتر ده معبر جدا يعني معبر جدا عن دور مصر في القدر وفعلا فكرة الكاركاتير انت بتعبري بمجرد صور من غير كلام عن الفكرة اللي انت عايزة تقدميها ففيه ساعات الصورة بتبقى يعني هي بتتكلم عن نفسها مش محتاجة ان انت تكتب لها خبر اه فيه بكلام اللي هو بالبلون وفيه بدون كلام وده الاكتر عالمية يعني يعني انا عن نفسي بحب الكاركاتير بدون كلام يعني عشان بشارك فيه في مسابقات عالمية وحاجات زي كده وده الاقرب لقلبي يعني وكل واحد بقى هو بيفهمها بطريقة بالضبط طيب نشوف مع بعض ومحضرتك الكاركاتير القادم وحضرتك برضو تعلق ايه عليك ده الفنانة العالمية ايزابيلا من بولندا هنا رسمة رسمة معبرة جدا عن فلسطين يعني الاحداث اللي حصلة رسمة طفل فلسطيني مسك عالم فلسطين متوفي وامه برضو المتوفية وكن روحه صعدت الى السماء وامه بتستقبله بالاحضان يعني امه هنا ايه الخيال اكيد انها ماتت قابله وورا طبعا يعني شكل رمز الموت اللي هو الرمز الاسود اللي ماسك دايما الجانب بيعمله الرمز اللبس زعبوت اسود كده ولبس اسود وماسك سلاح في ايده ده رمز الموت على اساس برضو رمز الموت يعني اكيد انه مكتئب من الاحداث يعني حتى رمز الموت مكتئب من الاحداث اللي حصلة يعني ورسم الامة برضو وحضنا ابنها واحداث مؤسفة يعني اكيد رمز معبرة جدا يعني عالمية أكيد طيب نشوف برضو الكاركاتير قادم وحضرتك برضو تعلاقي عليه تفضل آه ده شغلي أنا هنا رسمة كاركاتير عن برضو الأحداث المصافة برضو الضمار اللي حاصل في فلسطين يعني أكن بيوت مهدمة واللي باللون الأزرق ده أكن الأرواح اللي صعدت إلى السماء أكنها أصبحت نجوم في السماء يعني وهنا رسمة الإيد تحت الأنقاض وهنا صورة الأم وابنها أكن الأم صعدت إلى السماء خلاص ماتت والابن بيحاول أن هو يعني يلحق بيها وهي الأم بتحاول أنها يتساعده برضو ده يعني برضو يعني حاجة حزيني كده برضو ده عن الأحداث اللي بتحصل طبعا المؤسفة أكيد لأنه هذا الواقع فما يفعش أنه نغير فيه يعني هو ده اللي بيحصل فعلا ودي الصور اللي احنا كل يوم بنشوفها فعلا أحداث فلسطين خلت يعني رسمين الكاركاتير كلهم يطلعوا يعني أكتر ما عندهم يعني دايما الكاركاتير بيتأثر بالأحداث أكتر لو ما فيش أحداث مش هتلاقي كاركاتير أكتر يعني تلاقي دول يبقى خيالي آه في الدول اللي عندها رفاهية قوي مش هتلاقي عندها كاركاتير لأنه هم قاعدين في رفاهية فهيجيبوا أحداث منين إنما الأحداث بعد فلسطين خلت الرسمين الكاركاتير يعبروا عن الأحداث على مصال عالم كله هو الأحداث نفسها بتستفز المشاعر بتستفز المشاعر وتستفز رسمين الكاركاتير وتستفز الريشة نفسها نشوف الكريكاتير القادم وحضرتك اللي هتعلقه هنا الفنان الإيراني مسعود هو هنا رسم طبعا الإسرائيلي على شكل فار فار جبان ومستخبي وراء السلاح وهنا عامل عليه علامة النجمة نجمة داود يعني إسرائيل وهنا رسم طبعا المسلس اللي بقى مشهور بفلسطين اللي هو من نقطة الصفر طبعا استهدافه مهما كنت انت فار يعني الإسرائيلي دا مجرد فار وفي نفس الوقت المقاومة أكيد هتهزم إن شاء الله إن شاء الله نشوف الكريكاتير القادم أكيد هيكون عن نفس الأحداث برضو وحضرتك هتعلق علي هنا الفنان الأرجنتيني عمر بريز الفنان عالمي هو رسم هنا النجمة بتاعت إسرائيل منشور عليها العالم بتاع الاتحاد الأوروبي اللي هو الأزرق اللي فيه النجوم وعالم أمريكا وهنا رسم اللي هي تيتينة بتاعت الأطفال أو بالزبط وعليها دم يعني الأطفال خلاص ماتوا طبعا الأطفال الردع ماتوا بسبب إسرائيل يعني وأن هم بيستهدفوهم بشكل جديد بيستهدفوهم وبالتعاون مع الحاجتين اللي هم أمريكا وياتحاد الأوروبيين ودلوقتي مشاهديننا نروح لفاصل ونرجع مرة تانية عدنا مرة أخرى مشاهدين ولسه مكملين حلقتنا مع الدكتورة هدير يحيى رسامة الكريكاتير أهلا بحضرتك مرة تانية لسه نكمل مع حضرتك برضو يعني رسوم الكريكاتير وحضرتك برضو اللي هتعلقي عليها في منها طبعا رسومات انت العملية وفي حاجات لزملاء ليكي طبعا فهنبدأ وحضرتك تعلقي على الصورة زي هنا الفناد رسم عالم فلسطين وكأنه يعني زي الشجرة وفي نفس الوقت زي البركان يعني عمل ميكس ما بينهم هنا برضو عامل أكنها شجرة وأكن فيه يعني جند إسرائيلي بيحاول ينتزعها لكن ما زالت يعني شجرة أنا بتذكر أن أنا كنت عملت كاركاتير شابه ده بالسنة 2018 بس كنت عملت يعني القدس نفسها عبارة عن شجر وجزوع تحت الأرض وترامب بساعتها كان بيحاول يكسرها يعني برضو بيبقى حاجة موضوع الشجرة ده اللي هو إيه حسين فلسطين هي الجدور بتاعتها الجدور اللي لا يمكن حد هم الأقدم هم الأقدم فعلا الشجرة برضو رمز إن هي بتقعد كذا سنة مئات السنين يعني والأقدمية بتاعت الشجرة ومهما تعطيها من فوق بتفضل جزورة تحت الأرض بتفضل جزورة تحته وتطلع تاني مهما حاولوا إن هم ما يقضوا على الفلسطينيين ما زالت الشجرة بتطلع تاني واللي إحنا داخلين عليه بقى في الزكاء الصناعي بقى هنا أنا رسمة المدرسة المعلم روبوت والتلاميذ روبوت معده طفل واحد ومعده طفل واحد ولو تلاحظين هو خايف اه الـ AI هو الوحيد يعني كلهم يعني رفعين إيديهم بيجابوا معده هو سبقينه في الزكاء سبقينه في الزكاء طبعا فده برضو إيه حابتنا أنا أعمل إيه يعني ميكس كده ما بين الزكاء الاصطناعي والبشر هيكون الشكل إيه يعني فحابتنا ميكس الظريف يعني هو إيه مستغرب إن هما يعني أصبحوا أزكا منه يعني دي تعتبر رسمة يعني استشرافية للمستقبل يعني توقعوا للي ممكن يحصل في السنين القادمة هو مش في السنين القادمة ده بقى يعني حاليا يعني تلاقي حتى الطفل دلوقتي بقى يمسك وهو اللي يحللوا المسائل وحاجات زي كده يعني فده بقى مخاطر برضو للزكاء الصناعي أنت ممكن تستخدميه إيجابيات ولكن برضو ليه سلبيات لازم الواحد يفكر برضو وأنه ممكن أن فيه وظائف بالكامل ممكن يعملها الزكاء الصناعي ويستعروا عن البشر يعني فده حتى بقى مشكلة تانية برضو نشوف الكاريكاتير القادم برضو محارتك اللي حتى تعلق عليه عليه تفضلي آه هنا برضو نفس الموضوع أن الطفل أكينه بيحل الهومورك لكن الزكاء الصناعي وراء الروبوت بتاعه والطفل ماسك الموبايل عليه علامة الشج بتي يعني بس هو مش بين هنا وأكين الزكاء الصناعي هو اللي ماسك الألم بيكتب لكن الطفل مغمض عينيه فده أكين يعني الطفل هو مش فاهم إيه اللي حاصل لكن الزكاء الصناعي هو اللي بيحلله طبعاً أنا حبيتنا أصل لتدوق على المخاطر اللي ممكن تحصل فإحنا لازم نحنا نعلم أطفالنا أن يعني إيجابوا بمخهم الأول إحنا ممكن نستخدم الزكاء الصناعي كمساعد لنا مش يعمل كل حاجة صح وده خاص صح زي الألحظ محدش بقى بيعرفة تعرف تحسبي الأول لازم تتعلمي إزاي تحسبي وزي الزمان قبل الموبايل يعني كلنا كنا حافظين مثلا نمر تليفونات صحابنا بزفت لكن دلوقتي خلاص إنتي أولا بتحفظي أي نمر بتيمسجلها التليفون وبتطلعي النمر وخلاص ما بقتيش بتشغليه موخي كزي زماني آه ده إلغاء للعقل خالص فده مخاطر الزكاء الصناعي أنا كنت شاركت بيها في مسابقات عالمية يعني الحاجات دي يعني عملنا برضو مسابقات عالمية أن يتعامل عن الزكاء الصناعي والمخاطر بتاعته طيب نشوف الكاريكاتير القادم مع حضراتكم وحضرتك برضو وتعلق إعليات فضالي آه هنا بقى الزكاء الصناعي بقى وأنه بياخد العقول هنا رسمة المهن بقى يعني العامل والطبيب والمحاسب وإيه عاملاه في شكل ضخم وإيه بيسحب مخ البشر وبيسيبهم جثة كده على الأرض ويسيبهم جثة فإيه بقين الناس أصبحت جثة والزكاء الصناعي هو العمال اللي بيتتغزى من عقولهم ويحل مكانهم بالفعل وإيه بيسحب مخهم يعني في الإشارة دي وإحنا اللي عملنا كده مع البشر هو برضو العمل الزكاء الصناعي آه بالزبط طيب نشوف الكاريكاتير القادم برضو مع حضرتك تفضلي حضرتك اللي هتعلق آه برضو هنا بقى حبيت أن أنا وظف الزكاء الصناعي أنه هو خلاص هيدخل ملاعب بقى هيبقى فيه فريقين من الزكاء الصناعي بيلعبوا مع بعض فريق اللي هو الرمادي وفريق الموف ده وورا حتى الحكم زكاء الصناعي يرفع الكارت الأصفر وفي بطنه الشاشة لكن اللاعب بقى قاعد بقى مش هيلعب خلاص قاعد بيناه بيحاول نوع بيحركه ما هو قاعد طبعا إيه يعني يبقى مخاطر بقى لو فعلا ضح عصر السامي إذا بقى دول مش هيخدوا فلوس ولا حيتعبوا ولا محتاجين تمرين ولا فيه خناقات ومشاكل ولا فيه خناقات ومشاكل وعم حاجة مش هيخدوا فلوس خالص يعني هم هيلعبوا من غير أي حاجة من غير مقابل أكيد فدي مخاطر أنه ممكن يعني يستبدلوا الناس فعلا في جميع الوظائف أن يستبدلوا الناس عشان زكاء الصناعي مش هيخد فلوس هيبقى زي بلاي ستيشن بس روبوت روبوت صحيح أنا في نهاية بشكر حضرتك جدا دكتورة هدير يحيا مرسي جدا على تعليقك على الرسومات اللي احنا عرضناها في حلقاتنا وبشكر جدا كل مشاهدين على المتابعة وإن شاء الله يتجدد اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة